اهلا بكم من جديد بدأت قوافل الاغاثة بتوجه الى محافظة المهرة اليوم للحد من المأساة الانسانية التي خلفها اعصار لوبان الذي ضرب المحافظة واخر اجتماع موسع بعدا امس برئاسة نائب وزير الصناعة وتجارة سالم الوالي تسيير قوافل الاغاثة حيث شدد نائب وزير الصناعة على اهمية تكاتف الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية والمجتمعية والسلطات المحلية في محافظة المهرة من اجل رفع معاناة المتضررين من الاعصار دور فاعل ومميز قامت به قوات التحالف ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في محافظة المهرة شرق اليمن التي ضربها اعصار لوبان الاسبوع الماضي المروحيات العسكرية التي خصصها التحالف تمكنت من اجلاء نحو اربعمائة اسرة وقامت بمساعدات عاجلة ونقلت الحالات الطارئة جوا الى اماكن امنة كما ساعدت في نقل المساعدات العينية والتموينية ونشكر الله ظل التحالف بقيادة السعودية الملك سلمان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية من جهته سير جسرا جويا الى المهرة عبر طائرات حملت نحو ثلاثة الاف سلة غذائية وفتح اكثر من ثلاثين مركز ايواء مؤقتا للنازحين وتم توزيع اكثر من ستة وخمسين طنا ومائتين واربعين كيلوغراما من المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين في المدارس والمناطق المحاصرة استفاد منها نحو اربعة الاف وستمائة وخمسين فردا نشكر المملك السعودية العربية السعودية ولا راتم ملك سلمان ولي اهد الامين الاعصار المداري لوبان ادى الى تضرر العديد من المنازل السكنية وقطع خدمات الاتصالات والكهرباء والمواصلات والطرق واكدت مصادر حكومية يمنية انه تم اجلاء اكثر من ثمانمائة اسرة الى مدارس في مناطق اكثر امنا الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية اعلنت ان عدد الاسر التي نزحت من منازلها جراء الاعصار لوبان في محافظة المهرة بلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين اسرة اشتركوا في القناة